انتقد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقرير منظمة Human Rights Watch بشأن معركة تحرير تكريت واعتبره مليئا بالمغالطات ويحمل في طياته تحريدا طائفيا ودع المكتب المنظمة إلى تحرية دقة في تقريرها يأتي ذلك فيما أجلت وزارة تربية العراقية بدء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية وذلك بسبب انتشار مرض الكوليرا رد المكتب العلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تغرير منظمة Human Watch Rights الخاص بشأن معركة تحرير تكريت وقال بيان المكتب العبادي أن التغرير مليئ بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي مبينا أن المنظمة ركزت على انسحاب داعش وتبرئته من أعمال التدمير والتخريب فيما دعا بيان المكتب المنظمة إلى أن تكون تغاريرها أكثر دقة ومعتمدة على أدلة حقيقية من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل دوام المرحلة الابتدائية إلى الثامن عشر من أكتوبر تشرين الأول مقبل للوقاية من مرض الكوليرا وقال وزير التربية محمد إقبال أن قرار الوزارة جاء كإجراء وقائي لحماية الأطفال من مرض الكوليرا ومن أجل منح فرصة مناسبة لوزارة الصحة لإكمال استعداداتها وإجراءاتها الوقائية في المدارس كافة ميدانيا قتل عدد من مقاتل تنظيم داعش ودمر ثلاثة مقرات تابعة للتنظيم في ضربة جوية للطيران الجيش في مناطق متفرقة من الأنبار وذكر مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار أن القوات الأمنية التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع طيران الجيش تمكنت من تدمير مستودع أسلحة ومعمل تفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة بمنطقة الصفية وفي سياق متصل قالت وسائل أعلام كردية أن قوات البشمرقة تمكنت من تطهير قرية كاركران جنوب قضاء داقوق في جنوب كاركوك من مسلح التنظيم إلى ذلك تمكن مقاتل الحجد الشعبي من صد هجوم لمسلح داعش في بيجي من جهة الصينية في صلاح الدين أسفر عن مقتل العشرات من مقاتل التنظيم